أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع وخلال اجتماع لمتابعة موقف حرقة السياحة الوافدة إلى مصر أكد مدبولي مواصلة العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية تلاول الاقتماع أيضا عددا من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة